بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد الصلاة والسلام عليه وعلى آله أجمعين وصحبه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي طلاب وطالبات الصف التاسع مع حلقة من حلقات دروس الرياضيات ستكون حلقتنا اليوم عبارة عن مراجعة للفترة الدراسية الثانية ولدينا من الأمثلة والتمارين الكثير ولكن بعد فاصلا قصير انتظرونا أهلا وسهلا بكم من جديدة عزائي طلاب الصف التاسع مع حلقة من حلقات دروس الرياضيات نذكركم بما سنعرضه اليوم وهو عبارة عن مراجعة للفترة الدراسية الثانية وهي ستشمل الكتاب كاملا وذلك استعدادا للاختبار الفترة الدراسية الثانية وقبل البدء بالاختبار عزائي الطلاب نتذكر علينا التوكل على الله سبحانه وتعالى في البداية ثم قراءة جميع الأسئلة والبدء بالسؤال الأسهل ثم الأصعب فالأصعب ونبدأ بالتمرين الأول لتكن شين تساوي مجموعة العناصر صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وسين تساوي مجموعة العداد الفردية الأصغر من عشرة أما صاد فتساوي مجموعة العناصر اثنين وأربعة وثمانية اكتب بذكر عناصر كل من المجموعة سين ومتممة المجموعة سين ومتممة المجموعة صاد ثم أوجد سين فرق صاد وصاد فرق سين الحل تذكر المجموعة الشاملة عبارة عن مجموعة عناصر صفر وواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة أما المجموعة سين هي عبارة عن مجموعة العداد الفردية الأصغر من عشرة وتكون عبارة عن واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة أما متممة سين فهي تساوي صفر واثنين وأربعة وستة وثمانية هل تذكر عايزي الطالب ما معنى متممة سين؟ متممة سين باختصار هي عبارة عن جميع عناصر المجموعة الشاملة عدى عناصر المجموعة السين ومن خلال ملاحظة المجموعة الشاملة نجد أن متممة المجموعة السين عبارة عن صفر واثنين وأربعة وستة وثمانية أما متممة صاد فهي أيضا جميع عناصر المجموعة الشاملة عدى عناصر المجموعة صاد وتكون هي صفر وواحد وثلاثة وخمسة وستة وسبعة وتسعة أما سين فرقصاد فماذا تعني سين فرقصاد؟ سين فرقصاد عبارة عن جميع عناصر التي تنتمي إلى السين ولا تنتمي إلى صاد فتكون عناصر التي تنتمي إلى سين ولا تنتمي إلى صاد هي المجموعة واحد وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة أما صاد فرق سين فهي جميع العناصر التي تنتمي إلى صاد ولا تنتمي للمجموعة سين فتكون المجموعة 2 و 4 و 8 وننتقل إلى تبرين آخر إذا كانتها عبارة عن مجموعة العوامل الموجبة لعدد 15 وواو مجموعة العوامل الموجبة لعدد 10 1 هل ها مجموعة جزئية من واو؟ 2- هل واو مجموعة جزئية من ها؟ اشرح إجابتك 3- مثل المجموعتين بمخطط فن الحل في البداية ماذا نعني بها مجموعة جزئية من واو؟ باختصار أن جميع عناصر ها تنتمي للمجموعة واو وسنتحقق من ذلك بعد إيجاد المجموعة ها والمجموعة واو حيث أن ها هي مجموعة العوامل الموجبة لعدد 15 فتكون ها تساوي مجموعة العناصر 1 و 3 و 5 و 15 أما واو فهي مجموعة العوامل الموجبة لعدد 10 فتكون عوامل الموجبة لعدد 10 هي 1 و 2 و 5 و 10 والآن هل ها مجموعة جزئية من واو؟ هل جميع عناصر ها موجودة في المجموعة واو؟ أو تنتمي للمجموعة واو؟ نلاحظ أن العنصر 3 و 15 لا ينتميان إلى واو أي أنها مجموعة غير جزئية من واو ونلاحظ أيضا أن 12 لا ينتميان إلى ها أي أن واو ليس مجموعة جزئية من ها والآن نمثل مجموعتين بمخطط فن ونبدأ بالعناصر المشتركة في المجموعتين ها وواو وهي الواحد والخمسة ثم نكتب باقي عناصر ها وأيضا نكتب باقي عناصر واو وبهذا نكون قد مثلنا مخطط فن للمجموعتين وبعد أن انتهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر رتب العداد التالية تصاعديا 2 باي هو جذر 16 هو 7 صحيح و 5 من 10 دوري الحل تذكر عيزي الطالب أن 2 باي تساوي 2 ضرب 3 صحيح و 14159 من 100 ألف وبضربها بـ 2 تساوي 6 صحيح و 28218 من 100 ألف وأن جذر 16 يساوي 4 وبالنسبة لعدد 7 صحيح و 5 من 10 دوري يساوي 7.555 إلى ما لا نهاية وبالمقارنة نجد أن الترتيب التصاعدي نبدأ بالعدد الأصغر وهو العدد 4 أي جذر 16 ثم الذي يليه وهو عبارة عن 2 باي وأخيراً مغلقة لوجود رمز التساوي أما عند السبعة لا يوجد رمز التساوي فتكون فترة مفتوحة ولتعينها على خط الأعداد نمسم خط الأعداد ونضع دائرة عند الأربعة وعند السبعة ونلاحظ عند الأربعة الدائرة مضللة لأنها فترة مغلقة ثم نصل بين الدائرتين وبهذا نكون مثلناها على خط الأعداد والفترة هي نصف مغلقة أربعة وسبعة ونتقل إلى سؤال آخر إذا كان أربعة أصغر من السين والسين أصغر من أو يساوي سبعة حدد الفترة ومثلها على خط الأعداد وتكون الفترة مفتوحة عند الأربعة لعدم وجود رمز التساوي ومغلقة عند السبعة لوجود رمز التساوي ولتمثيل الفترة على خط الأعداد نقوم برسم في البداية خط الأعداد ووضع دائرة عند الأربعة وعند السبعة ونقوم بتضليل الدائرة عند السبعة لأنها مغلقة عند السبعة ونرسم الخط بينهما وبهذا نكون قد مثلنا الفترة على خط الأعداد وهي فترة نصف مغلقة وننتقل إلى سؤال آخر وهو عبارة عن حل المعادلة رقم واحد حل المعادلة المطلق سين ناقص خمسة يساوي ثلاثة وهنا تذكر عيز الطالب إذا كان مطلق سين يساوي ألف وألف أكبر من الصفر فأما سين تساوي ألف أو سين تساوي سالب ألف فهنا تكون أما سين ناقص خمسة تساوي ثلاثة أو سين ناقص خمسة تساوي سالب ثلاثة وباستخدام النظير الجمعي تكون سين تساوي ثمانية وسين تساوي أثنين ويكون المعادلة حلان عبارة عن سين تساوي ثلاثة أو سين تساوي ثمانية كما هو موضح بالشكل وبعد انتهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر لحل المعادلات أوجد حل المعادلة مطلق أثنين ناقص صاد يساوي خمسة تذكر عيزي طالب من خواص المطلق أن مطلق ألف ناقص باء يساوي مطلق باء ناقص ألف فتكون المعادلة بهذا الشكل وذلك ليكون الحل أسهل فتكون مطلق صاد ناقص أثنين تساوي خمسة وهنا إما صاد ناقص أثنين تساوي خمسة أو صاد ناقص أثنين تساوي سالب خمسة فتكون صاد تساوي سبعة أو صاد تساوي سالب ثلاثة ويكون للمعادلة حلان صاد تساوي سالب ثلاثة أو صاد تساوي سبعة وننتقل إلى سؤال ثالث لحل المعادلات حل المعادلة مطلق أربعة زاد ميم يساوي ثلاثة وكما ذكرنا سابقا فهو يساوي مطلق ميم زاد أربعة يساوي ثلاثة فهنا تكون اما ميم زاد 4 يساوي 3 او ميم زاد 4 يساوي سالب 3 اذا ميم تساوي 3 ناقص 4 وتساوي سالب 1 او ميم تساوي سالب 3 ناقص 4 اي ميم تساوي 7 ويكون حلال معادلة هو سالب 7 او سالب 1 تمرين بسط 3 على 4 ضرب بين قوسين 3 على 5 زائد 6 على 15 زائد 1 على 5 الحل في البداية ايجي طالب تذكر ترتيب العمليات الحسابية اي نبدأ بالاقواس اولا وهنا نجد هناك كسران مقاماتهما متساوية فنقوم بجمع الكسور ذات المقامات المتساوية حيث ان الجمع ابدالي فتصبح 3 على 4 ضرب بين قوسين 3 على 5 زائد 1 على 5 زائد 6 على 15 وبجمع الثلاثة زائد الواحد تصبح 4 على 5 فيكون الشكل 3 على 4 ضرب بين قوسين 4 على 5 زائد 6 على 15 وبالتبسيط الستة مع الخمستعش تصبح 2 على 5 وذلك بالقسمة العام المشترك وهو 3 وبعد التبسيط نلاحظ ان الكسرين الموجودين بين القوسين مقاماتهما متساوية فتصبح 3 على 4 ضرب بين القوسين 4 على 5 زائد 2 على 5 وذلك يساوي 3 على 4 ضرب 6 على 5 وبالتبسيط نجد وجود عام المشترك بين الاربعة والستة وهو الاثنين وبالقسمة على الاثنين تصبح لاربعة اثنين والستة ثلاثة وبضرب البسط بالبسط ثلاثة في ثلاثة تسعة وضرب المقام في المقام اثنين في خمسة عشرة ويكون الناتج 9 على 10 وهو في ابسط صورة وننتقل الآن الى تمرين اخر اوجد الناتج في ابسط صورة خمسة ضرب جذر 9 تقسيم العدد الدوري ثلاثة من عشرة ناقص 4 ضرب اثنين بما ان جذر 9 يساوي 3 والعدد الدوري ثلاثة من عشرة يساوي ثلث فيكون خمسة ضرب جذر 9 تقسيم العدد الدوري ثلاثة من عشرة ناقص 4 ضرب 2 عبارة عن 5 ضرب 3 تقسيم 3 ناقص 4 ضرب 2 وبعد تبسيط الضرب 5 ضرب 3 15 تقسيم 1 على 3 ناقص 4 ضرب 2 8 وبتحويل قسمة إلى ضرب بالمعكوس تصبح 15 ضرب 3 ناقص 8 وهنا نبدأ بالضرب أولاً وبعد عملية الضرب 15 ضرب 3 يساوي 45 ناقص 8 وبالطرح 45 ناقص 8 يساوي 37 وبعد أن تهينا من هذا المثال ننتقل إلى تمرين آخر حاول أن تحل عيزي الطالب وتوجد قيمة كل من 10 أس 3 ضرب 10 أس 6 على 10 أس 4 نتذكر عيزي الطالب في الضرب نجمع الأسس وفي القسمة نطلح الأسس فيكون 10 أس 3 ضرب 10 أس 6 يساوي 10 أس 9 على 10 أس 4 وهنا 10 أس 9 على 10 أس 4 نقوم بعملية الطرح فبعد طرح الأسس يساوي 10 أس 9 ناقص 4 أي 10 أس 5 ونأخذ مثال آخر على ذلك أثنين ضرب بين قوسين 4 ناقص 2 الكل أس 2 تقسيم 8 يساوي نعلم أن الأثنين عبارة عن أثنين أس 1 ضرب 4 ناقص 2 أثنين فيصبح 2 الكل أس 2 تقسيم أثنين أس 3 حيث أن الثمانية عبارة عن أثنين أس 3 وهنا نلاحظ أن الأساس في جميع الأعداد متساوي فعند الضرب نتذكر نقوم بجمع الأسس إذا كان الأساس متساوي وبالقسمة نطرح الأسس شريطة أن تكون الأساسات متساوية فيكون أثنين أس 1 زائد أثنين ناقص 3 ويصبح الناتج أثنين أس 0 ونعلم أن أثنين أس 0 يساوي 1 وبعد أن تهينا من هذا التمرين ننتقل إلى مثال آخر اكتب كل من ما يلي بالصورة العلمية تذكر عيزي الطالب لكتابة أي عدد بالصورة العلمية يجب أن يكون عدد صحيح واحد وعلينا هنا تحريك الفاصلة 7 منازل فيكون 7 صحيح و 3% ضرب 10 أس سالب 7 وذلك لأننا قمنا بتحريك الفاصلة 7 منازل جهة اليمين وهي تكون عبارة عن الصورة العلمية للعدد المكتوب ونأخذ مثال آخر على ذلك نلاحظ هنا علينا تحريك الفاصلة 5 منازل جهة اليمين ليكون عدد صحيح واحد فتصبح 9 ضرب 10 أس سالب 5 وهي الصورة العلمية للعدد المكتوب وننتقل الآن إلى تدريب آخر استخدم جدول التكرار التالي لصنع مدرج تكراري وهنا عبارة عن أعمار اللاعبين في نادي كرة السلة ولرسم جدول التكراري نقوم برسم الخط الأفقي والخط الرأسي في المستوى الإحداثي يمثل الخط الأفقي عبارة عن الأعمار أما الخط الرأسي فهو عبارة عن التكرار والفئة الأولى عبارة عن من صفر إلى عشرة والثانية من عشرة إلى عشرين ثم من عشرين إلى ثلاثين والأخيرة عبارة عن من ثلاثين إلى أربعين أما التكرار فنجد أن من صفر إلى عشرة تكررت أربعة مرات أما من العشرة إلى عشرين تكررت ست مرات كما هو موضح بالجدول ويكون ارتفاع العمود ستة وبالنسبة للفئة من عشرين إلى ثلاثين تكررت تسعة مرات فيكون ارتفاع العمود حتى العدد تسعة أما الفئة الأخيرة فهي من ثلاثين إلى أربعين فيتكررت مرتين فيكون العمود إلى العدد أثنين وهذا ما يسمى بالمدرج التكراري والآن ما عدد اللاعبين الذين أعمارهم أقل من عشر سنوات بإمكاننا إيجاد ذلك من خالج جدول أو من الرسم وهي تمثل الفئة الأولى ونلاحظ الفئة الأولى عبارة عن أربعة لاعبين أما السؤال الثاني ما الفئة التي تضم أكبر عدد من اللاعبين ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الجدول أو من خلال الرسم فيكون الفئة التي تضم أكبر عدد من اللاعبين هي الفئة من عشرين إلى ثلاثين وهي تمثل تسعة لاعبين وأخيرا ما عدد اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن عشرين سنة نلاحظ أن اللاعبين الذين تزيد أعمارهم عن عشرين عام عبارة عن اللاعبين الموجودين بالفئة الثالثة والرابعة فنقوم بجمع أعدادهم أي تسعة زائد أثنين يساوي 11 لاعب وبعد أن انتهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر أوجد المتوسط الحسابي للجدول التكراري التالي مستخدما مراكز الفئات ولإيجاد مركز أي فئة علينا أن نقوم بجمع أول الفئة وآخر الفئة تقسيم أثنين فيكون مركز الفئة الأولى عبارة عن صفر زائد عشرة تقسيم أثنين فيساوي خمسة أما مركز الفئة الثانية فهي عبارة عن عشرة زائد عشرين تقسيم أثنين يساوي خمستعش ويكون مركز الفئة الثالثة عبارة عن عشرين زائد ثلاثين على اثنين يساوي خمسة وعشرين أما مركز الفئة الأخيرة وهو عبارة عن مجموع أول الفئة 30 زاد آخر الفئة 40 تقسيم 2 فيصبح 35 أما المتوسط الحسابي فهو يساوي مركز الفئة الأولى ضرب تكرارها زاد مركز الفئة الثانية ضرب تكرارها وهكذا على مجموع التكرارات فيكون 5 ضرب 4 زاد 15 ضرب 6 زاد 25 ضرب 9 زاد 35 ضرب 2 على مجموع التكرارات وهي 4 زاد 6 زاد 9 زاد 2 وباستخدام الآل الحاسبة يصبح الناتج 405 على 21 أي يساوي 19 و2 من 10 تقريبا وبعد انتهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر لمجموعة القيم التالية 65 و50 و70 و75 و70 و89 أوجد كل من الوسيط المنوال القيمة المتطرفة الحل هل تذكر عايزي الطالب ما الخطوة الأولى لحل مثل هذا التمرين الخطوة الأولى هي ترتيب القيم تصاعدياً أو تنازلياً وبترتيب القيم تصاعدياً تصبح 55 و65 و70 و70 و89 والإيجاد الوسيط الوسيط هو عبارة عن القيمة الموجودة في المنتصف وإذا كانت توجد قيمتان نوجد المتوسط الحسابي لها والإيجاد القيمة الموجودة في المنتصف نلاحظ 65 و70 قيمتان موجودتان في المنتصف فنوجد المتوسط الحسابي لتلك القيمتين لإيجاد الوسيط إذن الوسيط يساوي 65 زائد 70 على 2 وباستخدام الآلة الحاسبة يساوي 135 تقسيم 2 يساوي 67 و15 أما المنوال فنعلم عايزي الطالب أن المنوال هو القيمة الأكثر تكراراً من بين تلك القيم ونلاحظ القيمة الأكثر تكراراً هي السبعين حيث أنها تكررت مرتين وبالنسبة للقيمة المتطرفة نلاحظ أن العادة 5 هو القيمة المتطرفة وذلك من خلال خط الأعداد نلاحظ أن جميع القيم متقاربة عدل قيمة 5 على خط الأعداد فتكون قيمة المتطرفة هي 5 وبعد أن تهينا من هذا المثال ننتقل إلى مثال آخر في البيانات التالية 73 و 62 82 75 85 98 95 أوجد كل من الوسيط والأرباع الأدنى والأرباع الأعلى ثم مثل بيانات بالصندوق ذي العارضتين نتذكر الدرجات وهي 73 و 62 و 82 و 75 و 85 و 98 و 95 الحل نتذكر إذا طالب علينا ترتيب البيانات تصاعدياً أو تنازلياً وبعد ترتيب البيانات تصبح 62 73 75 75 82 85 95 98 و يكون الوسيط في الوسط أي يكون في منتصف القيم وهو 82 وهو 82 أما الأرباع الأدنى فهو عبارة عن الوسيط للقيم التي تسبق الوسيط الأساسي وهو عبارة عن الأرباع الأدنى نلاحظ أنه هو 73 وبالنسبة للأرباع الأعلى هو عبارة عن الوسيط لمجموعة القيم التي تلي الوسيط في السؤال فتكون 95 وللسم الصندوق ذي العارضتين نضع أكبر قيمة وأصغر قيمة على طرفي خط الأعداد فتكون 62 وهي أصغر قيمة في الجهة اليسرى أما أكبر قيمة تكون على الطرف الآخر في الجهة اليمنى وهي 98 و نرتب باقي الأعداد و يكون الأرباع الأدنى والأرباع الأعلى على طرفي الصندوق أما الوسيط يكون داخل الصندوق وهو 82 وهنا نكون قد رسمنا الصندوق ذي العارضتين و ننتقل إلى تمرين آخر حلل كلا مما يلي تحليلا تاما رغم واحد واحد ناقص تسعة صاد تربيع رغم اثنين اثنعش ناقص ثلاثة سين تربيع الحل في البداية علينا أن نخرج العام المشترك إن وجد فنجد في السؤال واحد لا يوجد عام مشترك بل هو عبارة عن فرق بين مربعين فيكون بين قوسين واحد ناقص ثلاثة صاد ضرب بين قوسين واحد زائد ثلاثة صاد بالنسبة للسؤال الثاني اثنعش ناقص ثلاثة سين تربيع و لتحليله نلاحظ هنا وجود عامل مشترك وهو الثلاثة وبإخراج العامل مشترك تصبح اثنعش ناقص ثلاثة سين تربيع تساوي ثلاثة بين قوسين اربعة ناقص سين تربيع وهو عبارة عن فرق بين مربعين حيث أن الاربعة مربع والسين تربيع ايضا مربع و نقوم بتحليل الفرق بين مربعين يساوي ثلاثة بين قوسين اثنين ناقص سين ضرب بين قوسين أثنين زائد سين وننتقل إلى مثال آخر حلل ثلاثة سين تكعيب زائد ثلاثة ولتحليل هذا السؤال أعزائي الطلبة نلاحظ وجود عام المشترك وهو الثلاثة وبعد إخراج العام مشترك تصبح لدينا مجموع مكعبين ونقوم بتحليل ذلك نبدأ بالحل بإخراج العام مشترك ثلاثة تصبح ثلاثة سين أثلاثة زائد ثلاثة تساوي ثلاثة بين قوسين سين أثلاثة زائد واحد نلاحظ أن السين أثلاثة زائد واحد عبارة عن مجموع مكعبين أي يساوي ثلاثة بين قوسين سين الكل أثلاثة زائد واحد أثلاثة فيساوي ثلاثة بين قوسين الجذر التكعيبي لسين والثلاثة سين زائد واحد وهو الجذر التكعيبي لواحد والثلاثة وتصبح سين زائد واحد ضرب بين قوسين مربع السين سين تربيع ناقص حاصل ضرب السين مع الواحد فتصبح ناقص سين زائد واحد وهو عبارة عن الواحد تربيع وهنا نكون قد حللنا المقدار وننتقل الآن إلى تحليل آخر حلل اثنين سين تربيع زائد سين ناقص ثلاثة ونلاحظ عزائي الطلبة أن الحدودية عبارة عن ثلاثة حدود وهنا نقوم بفتح قوسين فاثنين سين تربيع عبارة عن اثنين سين في سين ونبحث هنا عن على يدين حاصل ضربهما ثلاثة وهما الثلاثة والواحد وتكون إشارات مختلفة فتصبح اثنين سين زائد ثلاثة ضرب بين قوسين سين ناقص واحد وللتحقق من الإجابة بإمكانك ضرب القوسين لإيجاد الحدودية الأولى في السؤال وننتقل إلى تحليل آخر خمسة سين تربيع زائد ثلاثة واربعين سين ناقص ثمنتعش وأيضا هنا نلاحظ أنها حدودية ثلاثية فنقوم بفتح قوسين وخمسة سين تربيع عبارة عن خمسة سين في السين فتصبح خمسة سين ناقص اثنين ضرب بين قوسين سين زائد تسعة حيث أن السالب اثنين ضرب موجب تسعة يساوي سالب ثمنتعش وهو الحد الثالث وللتحقق من الإجابة بإمكانك ضرب القوسين للحصول على الحدودية الأولى وهي خمسة سين تربيع زائد ثلاثة واربعين سين ناقص ثمنتعش وبعد انتهينا من هذا المثال ننتقل إلى نوع آخر من التمارين لدرسا جديد ولكن بعد فاصلا قصير ابقوا معنا أهلا وسلم بكم أعزائي من جديد طلاب الصف التاسع سنكبل معكم مراجعة الفترة الدراسية الثانية ونبدأها بالمثال الموجود أوجد مجموعة حل المعادلة سين زائد ثلاثة ضرب سين ناقص سبعة يساوي صفر ثم تحقق من صحة الحل الحل سين زائد ثلاثة تساوي صفر أو سين ناقص سبعة يساوي صفر وباستخدام النظير الجمعي سين تساوي صفر ناقص ثلاثة يساوي سالب ثلاثة أما سين ناقص سبعة تساوي صفر وباستخدام النظير الجمعي تصبح سين تساوي صفر زائد سبعة فتكون سين تساوي سبعة ومجموعة الحل تساوي سالب ثلاثة وسبعة وللتحقق نقوم بتعويض السالب ثلاثة بدلا من السين فبالتعويض سالب ثلاثة زائد ثلاثة ضرب سالب سبعة ناقص سبعة سالب ثلاثة زائد ثلاثة يساوي صفر ضرب سالب عشرة يساوي صفر وهي عبارة صحيحة وللتحقق بالناتج سبعة نعوض بالسبعة بدلا من السين فتصبح سبعة زائد ثلاثة ضرب سبعة ناقص سبعة هل يساوي صفر؟ سبعة زائد ثلاثة عشرة ضرب سبعة ناقص سبعة صفر وعشرة ضرب صفر يساوي صفر عبارة صحيحة إذن مجموعة الحل هي سالب ثلاثة وسبعة وننتقل الآن إلى تمرين آخر أوجد مجموعة حل المعادلة 21 سين تربيع زائد 22 سين زائد 9 يساوي 2 سين تربيع زائد 5 سين ولإيجاد حل هذه المعادلة علينا أن نجعل المعادلة معادلة صفرية وذلك بإضافة المعكوس الجمعي لكل من 2 سين تربيع وموجب 5 فتصبح 21 سين تربيع زائد 22 سين زائد 9 ناقص 22 سين تربيع ناقص 5 يساوي صفر وبجمع الحدود المتشابهة تصبح 9 سين تربيع زائد 22 زائد 4 يساوي صفر ولدينا هنا حدودية ثلاثية يمكن تحليلها وهي عبارة عن 30 زائد 2 في 30 زائد 2 يساوي صفر وهي عبارة عن مربع كامل أي 30 زائد 2 الكل تربيع يساوي صفر فتكون ثلاثة سين زائد 2 تساوي صفر أي ثلاثة سين تساوي صالب 2 وبالقسمة على ثلاثة سين تساوي صالب 2 على ثلاثة وتكون مجموعة الحل هي صالب 2 على ثلاثة وبعد انتهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر أوجد مجموعة حل المتباينة ثلاثة سين ناقص ثلاثة أكبر من أو يساوي 6 في حاء ومثلها على خط الأعداد بإضافة المعكوس الجمعي موجب ثلاثة للطرفين تصبح ثلاثة سين ناقص ثلاثة زائد ثلاثة أكبر من أو يساوي 6 زائد ثلاثة فتصبح ثلاثة سين أكبر من أو يساوي التسعة وبضرب الطرفين بالمعكوس الضربي للعدد ثلاثة وهو ثلث تصبح سين أكبر من أو يساوي الثلاثة فتصبح مجموعة حل المتباينة الفترة النصف مغلقة ثلاثة وما لا نهاية ولتمثيلها على خط الأعداد نضع دائرة نضع دائرة على الثلاثة ونضلل الدائرة لأنها فترة مغلقة عند الثلاثة ونتجه إلى اليمين إلى ما لا نهاية وتكون بهذا الشكل وبعد ننتهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر أوجد مجموعة حل المتباينة 6 ناقص 50 أصغر من أو يساوي 11 في حاء ثم أمثلها على خط الأعداد 6 ناقص 50 أصغر من أو يساوي 11 بإضافة المعكوس الجمعي سالب 6 للعدد 6 تصبح سالب 6 زائد 6 ناقص 50 أصغر من أو يساوي 11 ناقص 6 فتصبح سالب 50 أصغر من أو يساوي الخمسة وبضرب بالسالب واحد للطرفين نلاحظ أن رمز المتباينة يتغير ويصبح العكس من أصغر من أو يساوي إلى أكبر من أو يساوي وذلك بسبب أننا قمنا بضرب المتباينة بالسالب واحد فتصبح 5 سين أكبر من أو يساوي سالب 5 وبالتبسيط أي بالقسمة على 5 تصبح سين أكبر من أو يساوي سالب واحد وتكون مجموعة حل المتباينة الفترة نصف مغلقة سالب واحد وما لنهاية وتكون مغلقة عند السالب واحد لوجود رمز التساوي ويمكن تمثيل مجموعة الحل عن نحو المبين إلى اليسار ونلاحظ أن الدائرة مضلرة عند السالب واحد لأنها مغلقة عند السالب واحد وهنا تذكر عائز الطالب إذا كان مطلق سين أكبر من أو يساوي الألف فأن سين أكبر من أو يساوي الألف أو سين أصغر من أو يساوي السالب ألف حيث السين تنتمي إلى ح وألف ينتمي إلى ح موجب ونأخذ مثال على ذلك أوجد مجموعة حل المتباينة مطلق سين أكبر من أو يساوي الثلاثة في ح ومثل الحل على خط الأعداد وهنا يكون الحل مطلق سين أي سين أكبر من أو يساوي الثلاثة أو سين أصغر من أو يساوي السالب ثلاثة وتكون مجموعة الحل الفترة النصف مغلقة سالب ما لنهاية وسالب ثلاثة اتحاد الفترة النصف مغلقة ثلاثة وما لنهاية ويمكن تمثيل مجموعة الحلقى النحو المبين أدنى ونلاحظ هنا التضليل عند الثلاثة والسالب ثلاثة ولأنهما مغلقان عند الثلاثة وعند السالب ثلاثة ويكون بهذا الشكل وبعد أن انتهينا من هذا المثال ننتقل إلى مثال آخر أوجد الناتج في أبسط صورة سين تربيع زائد ثلاثة سين زائد اثنين على سين تربيع ناقص اثنين سين ناقص ثلاثة تقسيم سين زائد اثنين على سين ناقص ثلاثة وتذكر أيضا الطالب أن في عملية القسمة لعداد النسبية نقوم بتحويل القسمة إلى ضرب وإيجاد المعكوس الضربي للكسر الذي يلي القسمة ويكون الحل سين تربيع زائد ثلاثة سين زائد اثنين على سين تربيع ناقص اثنين سين ناقص ثلاثة تقسيم سين زائد اثنين على سين ناقص ثلاثة يساوي سين تربيع زائد ثلاثة سين زائد اثنين على سين تربيع ناقص اثنين سين ناقص ثلاثة ضرب سين ناقص ثلاثة على سين زائد اثنين أي قمنا بتحويل قسمة إلى ضرب وإيجاد المعكوس الضربي للكسر الذي يلي وبتحليل الحدوديات التي يمكن تحليلها نلاحظ الكسر الأول البسط يمكن تحليله لأنه حدودية ثلاثية وكذلك المقام أيضا وبتحليل البسط يصبح سين زائد واحد ضرب سين زائد اثنين حيث أن السين تربيع عبارة عن سين في سين ونبحث عن عددان حاصل ضربهما اثنين ومجموعهما موجب ثلاثة فتصبح سين زائد واحد ضرب سين زائد اثنين وبالنسبة للمقام أيضا عبارة عن حدودية ثلاثية يمكن تحليلها وهي عبارة عن سين زائد واحد ضرب سين ناقص ثلاثة وبالنسبة للكسر الثاني لا يمكن تحليل البسط ولا المقام فيصبح كما هو وبالتبسيط واختصار العوامل المشتركة نجد سين زائد واحد في البسط الكسر الأول مع سين زائد واحد في مقام الكسر الأول وأيضا سين ناقص ثلاثة في بسط الكسر الثاني مع سين ناقص ثلاثة في مقام الكسر الأول وكذلك أيضا سين زائد اثنين في بسط الكسر الأول مع سين زائد اثنين في مقام الكسر الثاني فيصبح الناتج واحد وبعد نتهينا من هذا المثال ننتقل إلى مثال آخر مثل المعادلة صاد تساوي سالب 2 سين زائد واحد بيانيا الحل نكون جدولا بالقيم ونعين الأزواج المرتبة على التمثيل بياني ثم نصل بين النقاط بخط مستقيم ماذا نعني بهذا أعزائي الطلاب؟ باختصار شديد نفرض قيم لسين على سين المثال ثلاث قيم أو أربع قيم ونوجد صاد وبهذا يكون لدينا أربع نقاط نقوم بتعيير النقاط في المستوى الأحداثي ثم نصل بخط مستقيم ونبدأ بذلك ونفرض قيمة للسين وهي سالب 1 وبالتعويض سالب 2 ضرب سالب 1 زائد 1 تصبح 3 وعندما سين تساوي 0 فالنصات تساوي سالب 2 ضرب 0 صفر زائد 1 فتصبح صاد 1 فعندما سين تساوي 0 فالنصات تساوي 1 وعندما سين تساوي 1 فالنصات تساوي سالب 2 ضرب 1 سالب 2 زائد 1 سالب 1 وعندما سين تساوي 2 فالنصات تساوي سالب 2 ضرب 2 سالب 4 زائد 1 سالب 3 فأصبحت الآن لدينا أربعة نقاط وهي سالب 1 و3 0 و1 و1 وسالب 1 و2 وسالب 3 نعين النقاط في المستوى الأحداثي وبعد أن نعين النقاط نصل بينهما بخط مستقيم وهنا نكون قد مثلنا المعادلة بيانيا وبعد أن تينا من هذا السؤال ننتقل إلى سؤال آخر مثل المعادلة التالية بيانيا سات تساوي سين ناقص أربعة وأوجد الجزء المقطوع من محور السنات والجزء المقطوع من محور الصادات الحل أيضا نضع قيم لسين لإيجاد صد فحينما سين تساوي 1 فالنصات تساوي 1 ناقص أربعة يساوي سالب 3 وحينما سين تساوي 2 فالنصات تساوي 2 ناقص أربعة سالب 2 وحينما سين تساوي 3 فالنصات تساوي 3 ناقص 4 يساوي سالب 1 وحينما سين تساوي 4 فالنصات تساوي 4 ناقص أربعة سفر وهنا أصبح لدينا أربعة نقاط وهي 1 وسالب 3 واثنين وسالب 2 وثلاثة وسالب 1 وأربعة وصفر وبتعين النقاط على الشكل ثم نصل خط مستقيم هنا نكون قد مثلنا المعادلة بيانيا ولإيجاد الجزء المقطوع من محور السنات نعوض بالمعادلة القيمة لصاد وهي صفر فحينما نعوض صاد بصفر نوجد قيمة سين وهي الجزء المقطوع فحينما صاد تساوي صفر نجد أن سين تساوي أربعة أما الجزء المقطوع من محور السنات هي القيمة الثابتة في المعادلة وهي السالب أربعة من المعادلة حيث أن صاد تساوي سين ناقص أربعة وبإمكاننا أعزائي الطلاب إيجاد الجزء المقطوع من محور السنات والجزء المقطوع من محور السنات من خلال الرسم حيثنا نلاحظ أن المستقيم يقطع محور السينات عند الأربعة ويقطع محور الصادات عنده السالب أربعة كما هو موضح بالرسم إذن الجزء المقطوع لمحور السينات هو الأربعة والجزء المقطوع لمحور الصادات هو سالب أربعة وننتقل الآن إلى تمنين آخر مثل منطقة حل المتباينة صاد أصغر من أو يساوي سين زائد ثلاثة بيانيا وهنا نضع قيم لسين لإيجاد صاد وحينما نضع ثلاث أو أربع قيم لسين ونوجد صاد أيضا يكون لدينا ثلاث أو أربع نقاط نعين النقاط في المستوى الإحداثي ثم نصل خط مستقيم بالنقاط الأربعة وحينما سين تساوي الصفر نعوضها في المعادلة صاد تساوي صفر زاد ثلاثة وتساوي ثلاثة إذن حينما سين تساوي صفر فنصات تساوي ثلاثة وحينما سين تساوي واحد فنصات تساوي واحد زائد ثلاثة أربعة وحينما سين تساوي أثنين فنصات تساوي أثنين زائد ثلاثة خمسة وهنا أصبح لدينا ثلاثة نقاط وهي 0 و 3 و 1 و 4 و 2 و 5 وبعد أن نعين النقاط الثلاثة في المستوى الأحداثي نرسم خط مستقيم يمر بالثلاث نقاط ولتعين منطقة الحلع الزائي نختار أي نقطة لا تنتمي للخط المستقيم ولتكون 0 و 0 ونعوض هذه النقطة في المتباينة الموضحة أمامنا ويصاد أصغر من أو يساوي سين زائد ثلاثة وبالتعويض في المتباينة 0 أصغر من أو يساوي 0 زائد ثلاثة وهي عبارة صحيحة إذن نظلل المنطقة التي تنتمي إليها النقطة وتكون هي منطقة حل المتباينة وبعد أن انتهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر مثل بياني منطقة الحل المشتركة للمتباينتين التاليتين صاد أكبر من ثلاثة ناقص اثنين سين وصاد أصغر من أو يساوي سين زائد ثلاثة الحل وبنفس الطريقة بيأخذ المعادلة المناظرة للمتباينة الأولى وهي صاد تساوي ثلاثة ناقص اثنين سين وحينما السين تساوي سالب واحد وبالتعويض في المعادلة تصبح صاد تساوي خمسة وحينما السين تساوي واحد فأن الصاد تساوي واحد وحينما السين تساوي 2 فالنصاد تساوي سالب 1 وهنا نكون قد حصلنا على ثاف مقاط وهي السالب 1 والخمسة والواحد والواحد والاثنين والسالب 1 وبالنسبة للمتباينة الثانية أيضا نضع معادلة مناظرة لتلك المتباينة وهي سات تساوي سين زائد ثلاثة وحينما السين تساوي 0 نعوض في المعادلة سات تساوي ثلاثة وحينما السين تساوي 1 فالنصاد تساوي 4 وحينما السين تساوي 2 فالنصاد تساوي 5 وهنا أصبح لدينا أيضا ثلاث مقاط وهي 0 وال3 والواحد والاربعة والاثنين والخمسة ونعين النقاط المعادلة الأولى ونقاط المعادلة الثانية وبعد أن نعين النقاط نصل خط مستقيم ونلاحظ هنا الخط المستقيم متقطع وذلك لعدم وجود رمز التساوي في المتباينة الأولى وعند تعين نقاط المعادلة الثانية نصل خط ولا يكون متقطع وذلك لوجود رمز التساوي في المتباينة الثانية وبأخذ نقطة لا تنتمي لمستقيم المعادلة الأولى ولتكن صفر وصفر وبالتعويض في المتباينة تصبح صفر أكبر من ثلاثة ناقص أثنين صفر أي صفر أكبر من ثلاثة وهي عبارة خاطئة إذن نضلل في الجهة التي لا تحوي النقطة صفر وصفر وتكون بهذا الشكل وبالنسبة للمتباينة الثانية أيضا نعوض النقطة صفر وصفر إذ أنها لا تنتمي للمستقيم ونعوضها أيضا في المتباينة تكون صفر أصغر من أو يساوي صفر زائد ثلاثة فتصبح صفر أصغر من أو يساوي ثلاثة وهي عبارة صحيحة لذا نضلل المنطقة التي تحوي النقطة صفر وصفر كما هو موضح بالشكل وتكون المنطقة المشتركة هي المنطقة المضللة والموضحة أمامنا بلون آخر وهي منطقة الحل المشتركة للمتباينتين وبعد أن تهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر في الشكل المبين إلى اليسار المستقيم كافلام يوازي المستقيم ميمنون والمستقيم ها زين قاطع لهما أوجد قياس الزوايا التالية إذا كان قياس الزاوية 2 يساوي 50 درجة مع ذكر السبب كما هو موضح بالشكل ألف قياس الزاوية 4 وباء قياس الزاوية 6 وجيم قياس الزاوية 5 ودال قياس الزاوية 8 الحل بالنسبة لقياس الزاوية 4 فهي تساوي 130 وذلك بالتجاور على مستقيم مع الزاوية 2 حيث أنها تساوي 50 وبالنسبة لقياس الزاوية 6 فهي تساوي 130 وذلك بالتبادل والتوازي مع الزاوية 4 وبالنسبة للزاوية 5 فهي تساوي 50 درجة وذلك بالتجاور على مستقيم مع الزاوية 6 أو بالتبادل والتوازي مع الزاوية 50 ساوي 2 وقياس الزاوية 8 تساوي 130 وذلك بالتناظر والتوازي مع الزاوية 4 أو بالتقابل والرأس مع الزاوية 6 أو بالتجاور على مستقيم مع الزاوية 5 وبعد أن تهينا عزائي من هذا التمرين ننتقل إلى نوع آخر من التمارين وهي عبارة عن المساحات والحجوم ونبدأ بهذا التمرين أوجد البساحة السطحية للمنشور القائم الذي أبعاده 5 سنتيمتر و4 سنتيمتر و3 سنتيمتر تذكر عزي الطالب أن المنشور له 6 أوجه وفيه كل وجهان متقابلان متطابقان فيكون الحل مساحة القاعدة 5 ضرب 4 يساوي 20 سنتيمتر مربع فمساحة القاعدتان تساوي 2 ضرب 20 يساوي 40 سنتيمتر مربع ومساحة الوجه الجانبي تساوي 4 في 3 يساوي 12 سنتيمتر مربع ومساحة الوجهين الجانبيين 2 ضرب 12 يساوي 24 سنتيمتر مربع أما مساحة الوجه المقابل الوجه الثالث عبارة عن 5 ضرب 3 يساوي 15 سنتيمتر مربع إذن مساحة الوجهين المتقابلين يساوي 2 ضرب 15 يساوي 30 سنتيمتر مربع فتكون المساحة السطحية للمنشور عبارة عن 40 زائد 24 زائد 30 يساوي 94 سنتيمتر مربع وننتقل الآن إلى تمرين آخر وهو عبارة عن إيجاد المساحة السطحية للهرم الموجود في الشكل المجاور نلاحظ عايزي الطالب أن الهرم عبارة عن قاعدة مربعة وأربع أوجه مثلثة متطابقة فنوجد مساحة القاعدة المربع ثم نوجد مساحة أحد الأوجه المثلثة ونضربها بأربعة ونبدأ بالحل في البداية عايزي الطالب نستخدم نظرية فيثاغورث لإيجاد ارتفاع المائل للهرم لأن مساحة المثلث عبارة عن القاعدة ضرب الارتفاع على أثنين فالإيجاد ارتفاع المائل نستخدم نظرية فيثاغورث وهي عبارة عن ألف جيم تربيع الوتر يساوي ألف با تربيع زائد با جيم تربيع وبالتعويض 12 تربيع زائد 5 تربيع يساوي 144 زائد 25 يساوي 169 وألف جيم تساوي جذر 169 يساوي 13 سانتي متر إذن ارتفاع المثلث 13 سانتي متر وهو ارتفاع الهرم المائل نتابع الحل المساحة السطحية للهرم يساوي مساحة القاعدة وهي مربعة زائد مساحة أربع أوجه مثلثة متطابقة ومساحة القاعدة المربعة عبارة عن طول الضرع ضرب نفسه أي 10 ضرب 10 يساوي 100 سانتي متر مربع وبالنسبة لمساحة المثلث فهو عبارة عن ضرب القاعدة في الارتفاع تقسيم اثنين تساوي 10 ضرب 13 تقسيم اثنين يساوي 65 سانتي متر مربع وتكون مساحة الأربع أوجه عبارة عن 4 ضرب 65 يساوي 260 سانتي متر مربع إذن المساحة السطحة للهرم تساوي 260 زائد 100 يساوي 360 سانتي متر مربع وننتقل الآن إلى التمرين التالي أوجد حجم الاستوانة المبينة إلى اليسار بفرض أن الباي تساوي 22 على 7 ثم أوجد المساحة السطحية الحل نلاحظ أن النصف قطر نقل يساوي 8 سانتي متر والارتفاع للإستوانة يساوي 7 سانتي متر كما هو موضح بالشكل أما حجم الاستوانة فهو عبارة عن مساحة القاعدة ضرب الارتفاع ونلاحظ أن القاعدة عبارة عن شكل دائري فيساوي باي نقل تربيع ضرب عين وبالتعويض الباي عبارة عن 22 على 7 أما نقل تربيع فهي عبارة عن ضرب 8 في 8 ضرب 7 وهو الارتفاع وباستخدام الآل الحاسبة 22 ضرب 8 ضرب 8 يساوي 1408 سانتي متر مكعب وهو حجم الاستوانة أما بالنسبة للمساحة السطحية فهي عبارة عن 2 باي نقل ضرب النص قطر زائد الارتفاع وبالتعويض 2 ضرب 22 على 7 ضرب 8 ضرب نص القطر زائد الارتفاع وهو 15 وتساوي باستخدام الآل الحاسبة 754 و28 من 100 سانتي متر مربع تقريبا وننتقل إلى تمرين آخر أوجد حجم المخروط المبين أدناه نلاحظ هنا أن ارتفاع المخروط هو 9 سانتي متر وقاعدته الدائرية طول نص قطرها 5 سانتي متر الحل نوجد أولا مساحة القاعدة الدائرية ونعلم أن ميم عبارة عن باي نقل تربيع أي ميم تساوي الباي وهو عبارة عن 3.14 ضرب 5 أس 2 ويساوي تقريبا 78.15 سانتي متر مربع ونستخدم ميم لإيجاد الحجم وحجم المخروط عبارة عن ثلث ضرب بين قوسين ميم ضرب عين وبالتأويض ثلث ضرب 78.15 ضرب 9 هو الارتفاع وباستخدام الآلة الحاسبة يصبح الناتج 235.15 تقريبا سانتي متر مكعب وبعد تهينا من هذا التمرين ننتقل إلى تمرين آخر ما حجم المجسم الهرمي المربع القاعدة كما في الشكل المجاور الحل الحجم هو عبارة عن ثلث ضرب مساحة القاعدة فالارتفاع أي ثلث ضرب 9 ضرب 9 ضرب 20 وهو الارتفاع حيث أن القاعدة مربعة وهي عبارة عن طول الضلع ضرب نفسه أي 9 ضرب 9 وتساوي هنا بعد الاختصار ثلث ضرب 81 ضرب 20 تساوي 540 سنتيمتر مكعب وبهذا عزائي نكون قد انتهينا من تمارين الأسئلة المقالية وننتقل الآن إلى الأسئلة الموضوعية من النوع الاختيار المتعدد ونبدأ بالسؤال الأول منشور قائم مساحة قاعدته 90 سنتيمتر مربع وارتفاعه 20 سنتيمتر فأن حجمه يساوي 1090 سنتيمتر مكعب باء 1800 سنتيمتر مكعب جيم 600 سنتيمتر مكعب دال 110 سنتيمتر مكعب وكما نعلم عزائي أن حجم المنشور عبارة عن مساحة القاعدة في الارتفاع أي 90 ضرب 20 ويساوي 1800 إذا الإجابة باء هي الإجابة الصحيحة وننتقل الآن إلى سؤال موضوعي آخر مكعب طول حرفه 5 سنتيمتر فأن مساحته السطحية هي 1025 سنتيمتر مربع باء 125 سنتيمتر مربع جيم 100 سنتيمتر مربع دال 150 سنتيمتر مربع نعلم عزائي أن المكعب 6 أوجه مربعة متطابقة فيكون مساحة المربع الواحد طول الضعر ضب نفسه أي 5 ضرب 5 25 ضرب 6 لأنهما 6 أوجه ف6 ضرب 25 يصبح الناتج 150 وهي مساحة السطحية للمكعب والآن ننتقل إلى نوع آخر من السؤال الموضوعية وهو الصح والخطأ المستقيمان التاليان متوازيان وهو صاد يساوي 22 زائد 7 وصاد تساوي 22 ناقص 9 هل الإجابة صحيحة أم الإجابة خاطئة هل المعادلتان المستقيمان يمثلان مستقيمان متوازيان؟ في البداية عزيز طالب متى يكون المستقيمان متوازيان؟ يكون مستقيمان متوازيان إذا كان لهما نفس الميل وبإمكاننا إيجاد الميل لكل مستقيم من خلال معادلة ونلاحظ ميل المستقيم الأول أثنين وميل المستقيم الثاني أيضا أثنين وهما معامل سين إذن المستقيمان متوازيان فتكون إجابة صحيحة وإلى هنا نكون قد انتهينا من حلقتنا اليوم التي عرضنا فيها تمارين مراجعة للفترة الدراسية الثانية نأمل أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة كلنا أمل أن نلتقي في حلقة قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بباركاته اشتركوا في القناة